قضية الجنرال بوعز خلفية محاكمة أولاً لأنه من الغرب ثانياً لأنه على علم بملف شنغريحة للفساد والتهريب والاتجار بالسلاح والمخدرات ثالثاً لأنه نجح في تأمين الموعد الانتخابي وعلى علم بالرشوة التي أخذها تبون من ربراب مقابل إفراج عنه رابعاً لأنه قام بإلقاء القبض على الجنرال توفيق في قضية المؤامرة مع الفرنسيين وتعيين زروال وبعدها وضع قنابل في الحراك لإظهار بأن الجيش هو من قتلهم ومن ثم يعزل القيد صالح وإعادة انتشار سيناريو 1991 واقتتال الجزائريين وهو سينتشر في حالة لا أمن ليقوي موقعه على حساب دماء الجزائري نزار خالد بهذه الخلفيات تم تحالف عليه من طرف كل من تبون وشنغريحة والتوفيق عبر ويلد زميرلي أما تم التحالف معه ربما أما العقيد أي تعمارة المدعو ياسين والعقيد اسكندر ولطفي فقد تم الزجبهم بخلفية أولاً أنهم ساهموا في إنجاز الانتخابات ثانياً انتقم منهم شنغريحة لأنهم قبائل ثالثاً تخلى عنهم التوفيق لأنهم قاموا بتوقيفه وعملوا على إنجاح الانتخابات ضد منهج التوفيق التوفيق الذي كان يتبناه وقاموا بتقديم الولاء لجنرال عسكري هو بعز وسيني وهذا غير مسموح به يجب أن يبقى ولاءهم تابع للمخابرات وإلا وإلا أن يحالوا على السجن أو كذا كلمة ليست واضح رابعاً لأنهم على علم برشوة ربراب لتبون لإخراجه من السجن طبعاً كما تعرفون تم إخراج ربراب بعد ثمانية أيام من اغتيال جيد صالح لقيل أنذاك أنها وفات في 23 ديسمبر في 31 ديسمبر 2019 أخرجا حتى قبل أن يبدأ عام 2020 أخرجا ربراب من السجن وكانت ضد أحكام معتبرة وكانت بعض القضايا ما زال سيحاكم فيها فهو هنا يشير إلى قضية لعل ركم تابعتوها قبل شهرين أو ثلاثة كنا تحدثنا عليها نظر في سبتمبر الماضي إذا كان ذكرتي جيدة وهي محاكمة ابو عز وسيني والعقداء الذين كانوا مع الضباط اللي كانوا مع خاصة الضابط نذكرهم بالأسماء باش ما ننسون آية عمارة المدعوية السين والعقيد أي العقيد آية عمارة المدعوية السين والعقيد سكندر ولطفي قد تم الزوج بهم بزرج بهم تمت محاكمتهم ومن كان يتابعني على اللايف يعرف ما كنا قلنا يومها وما كانت بعض الشهادات خاصة في أي تعمارة الذي شهد كثيرين ممن بعثوا لي رسائل في خصوصه من أنه كان من أنظف الناس اللي قابلوهم بالرغم أنه كان عقيد في المخابرات يعني أنا ذاك ذكرت هذا الموضوع طبعا علقت على الموضوع قلت أن الإنسان قد يكون إنسان نظيف لكن عندما تكون نظيف وتكون في مكان هو عبارة عن مافيا وعن إرهاب وعن عنف وعن قتل فأنت أقل شيء شهدت وتشاهد ما يحدث حتى ولو كنت لا تشارك فيه عموما الآن صدرت ضدهم كما تعرفوا أحكام ثقيلة بداية من بعزة وسيني اللي تم وضع رتبته إلى جندي وإلى هؤلاء العقدة وغيرهم فيهم أيضا رتب غير عقدة فهو هنا يشرح جرميت بونويرا لماذا تم الانتقام من بعزة وسيني ومن الضباط الذين اشتغلوا معه ويشرح من أن هؤلاء الضباط أي تعمارة كما يقول أسمه بين قبائلي ويقول بأن أيضا الآخرين اللي سماهم كأن نذكر أي تعمارة يسين وسكندر ولطفي يقول بأنهم بالرغم من أنهم قبائل إلا أن ذلك لم يشفع لهم لأن توفيق اعتبر من أن اعتقالهم له قد شيء صح هم اللي اعتقلوه وعزة وسيني والفريق انتعه هو اللي اعتقل توفيق وترطاق والسعيد والوزح النون والثاني أنهم ساهموا في ما يسميه بونويرا إنجاح الانتخابات وهذا كان ضد الاستراتيجية اللي كان يشتغل عليها توفيق بالمناسبة اليوم رسلني أحد الأفاضل بهذه المعلومة دعني أعطيها لكم على السريع مش منسهاش توفيق داخل سجن البوليدة كان لديه هاتف ثورية هاتف روسي كان يستعمله ويضيف توفيق حضر الاجتماع الأخير لما يسمى بالمجلس الأعلى للأمن لم يظهر في التلفزيون لأن بعد التصوير دخلوه للقاع يعني رح يحضر هذه إحنا عندنا معلومات أيضا لم أكن أعرف أنه حضر المجلس لكن كنا نعرف أن توفيق له دور الآن أساسي في صناعة القرار أي أن الشنغريحة أصبح يعتمد نتيجة لوجود جنرالات عندهم ولائهم كامل وضباط عندهم ولائهم كامل لتوفيق مثل جبار مهنة ومثل حسان جنرال حسان عبد القادر أي ترابي وآخرين وأيضا نتيجة لأنهم يعتقدون يعني لما ربما تتذكرون واش قال عبد العزيز مجازر مجاهد على تببول لما سألوا صحفي قبل فترة قالوا كنت تلتقي توفيق قالوا نسمع به قالوا هل جالسته قالوا لا 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 نقدرش نشي سمعه قالوا بصح أنت مدير وهو مدير قالوا مدير ومدير بصح مش كيف كيف توفيق حاجة حاجة كبيرة توفيق عندهم لأنهم هم جهلاء فكما يقول المثل الفرنساوي تقريبا مع احترامي لكل إخواننا المصابين يقول لك الأعور ملك في مملكة العميان سامحوني على هذا المثال لكن فقط باش نبين به التوفيق يشوفوه بأنه لميار يشوفوه بأنه إنسان خارق للعادة من أنه عنده ذكاء استثنائي والحقيقة لا ذكاء استثنائي ولا خارق للعدل عنده دهاء عنده خبث وعنده جرائم ليس لا حدود يقدم عليها من الخلف فخلق هالة إلى درجة أنه كاد أن يتحول إلى أسطورة أسطورة واختفى ولم يكن يعرفوا الناس لا صورته ولا كان من فضل الله علي أني خرجت صورته في الألفين وربعة وشافوها الناس ربما أول مرة كانوا يشوفوها الجزائريين ما عدا ربما اللي يعرفوه قليلا يعني ومعروفة الصورة تبان بالأخضر إلى آخره في ألفين وربعة في إحدى برامج كانت على إحدى القنوات الفضائية إذن الحقيقة أن دور توفيق ونزر ولكن توفيق أكثر يتعاضم مع سقوط جناح القايد الصالح اللي هو ساهم في طحنهم طحن انتقاما منهم ولكن أيضا زاد هذا الدور أكثر بعد الإطاحة بقايدي لأن قايدي كان يرأس جهة داخل الجيش دي بي اللي فيها عشرات الجنيرالات يعني بعد المصادر تقول هناك سبعين جنيرال كان يرأسهم قايدي أي من يرأس هذه الإدارة دي بارتمو هذه معه سبعين جنيرال وأن هذه الإدارة هي واحدة من أخطر وأهم الإدارات لأنها تقوم بعملية التنسيق داخل الجيش بشكل عام خاصة داخل القوات البرية هذه كانت بين قوسين فقط حتى لا تضيع لأنك كثير من المعلومات وكثير من الأشياء رابعا لأنهم على علم برشوة البراب لتبون ليخراجه من السجن وتمت التضحية بهم ليكونوا كعبرة لضمان المخابرات للآخرين بأنه مهما كانت الظروف يجب أن يبقى الولاء لتوفيق ومعتقداته ولجهة انتمائهم العميد نبيل جنرال نبيل مدير أمن الجيش السابق لأنه أشرف لأن العميد نبيل أيضا حكموه مع أبو عز وسيني العميد نبيل مدير أمن الجيش السابق ينتقمون منه لأنه أشرف على ملف التحقيق للتهريب والاتجار بالسلاح لشنغريحة ومن معه سنة 2019 وتم الانتقام منه من قبل شنغريحة لهذا الغرض اللواء عكروم واللواء شواقي انتقم منهما بخلفية أنهما من منطقة القبائل واستخلفهم شنغريحة بآخرين بجنرالين شرقيين أو بجنرالين من الشرق وتخلى عنهم التوفيق لأنهم كانوا من الموالين للفريق قايد صالح بمعنى أراد هنا أن يضيف شيء بأنه توفيق كان يتخلى عن الجنرالات اللي هما من منطقة القبائل أو كانوا معاه ولكنهم انقلبوا وأصبح ولائهم للقايد صالح لما أصبح قايد صالح هو الشخص الأول في الجيش بلا منازع ولا مناقش فأن توفيق لتعرض للاعتقال وتعرض للتعذيب وتعرض للضرب وللإهانة أيام القايد صالح ينتقم من كل أولئك الذين ساعدوا أو الذين كانوا في زمن القايد صالح لأنهم كانوا من الموالين المقربين من الفريق قايد صالح وأن توفيق كان يريد من تسعين جنرالا من القبائل بأن يوالوه وحده ويظهرون الولاء الكاذب لشينغريح وهذا الدرس فهمه كل من ويلد زميرلي وعليو الحاش قائد الدرك فيجب عليهم العمل مع شينغريح وإخبار توفيق بكل شيء ليتم تحضير المرحلة القادمة أما اللواء غريس الأمين العام لوزارة الدفاع فقد تمت التضحية به بخلفية أولا لأنه من الغرب من مدينة المعسكة وثانيا لاستخلافه من قبل جنرال من الشرق وثالثا لأنه ساهم بكل ما أوتي من قوة في تطوير الجيش حسب صلاحياته ساهم في فترة الحراك على حسب صلاحياته في الحراك أيضا على حسب صلاحياته ورابعا هو مهندس في الرياضيات سنة 1972 ومستوه العلمي والأكاديمي أفضل بكثير من شينغريحة وجماعته العصبية هنا يذكر الأمين العام عبد الحميد بغريس اللي رحم السجون الآن أيضا في سجن البوليد وقد تعرض العميد غريس إلى تعذيب هائل في مركز عبلة كما يسمى بعض الناس يقولوا أن التعذيب يدور ما بين مركز عبلة ومركز آخر تابع للسي بيامي كلهم في بن عكنون كلهم في نواحي بن عكنون وإن كان في حديث الآن على أنه أخذ هذا المركز من بن عكنون إلى الدويرة في الدويرة تم إقامة بناء كبير جدا صرف عليه مليار فاصل ثلاثمائة مليون دولار هذه مصادر كنا تكلمنا عنها قبل سنوات وهو بناء مبنى ضخم جدا مجهز بآخر التجهيزات في الدويرة وبناء على شكل البنطاغون الأمريكي وكان توفيق يريد الانتقال إليه لو لأنه تمت الإطاحة به في 2015 وعندما جاء الجنرال صاحب الشاليمو طارتاج بدأ يرتب وبدأ ينتقل إليه بشوية قبل ما يوطاح به فيما بعد كما تعرفون إذن بالنسبة لواء غريس هنا توقفوا يقول لك أما العميد بالقصير غالي فقد تم الانتقام منه بخلفية أنه من الغرب أولا ثانيا لأنه تفوقها على جهاز المخابرات من الاستعلامات التي كان يوصلها إلى فريق قايد صالح ثالثا لأنه قام بتوقيف الجنرال حسان رابعا لأنه قام بالتحقيق في قضية زيرالدا مقر إقامة الرئيس وتمت إدانة الجنرال مجذوب في حادثة إطلاق الرصاص خامسا لأنه كان على علم بخبايا شنغريحة وتبون والتوفيق وانتقم منه تبون لأنه حقق مع ابنه في قضية الكوكاين لكمال البوشي أما المقدم زغدودي رئيس فصيلة الأبحاث لباب جديد بالعاصمة فإنه تم الانتقام منه لأنه من الغرب ويوم خروجه من السجن بحكم قام شنغريحة بأمر من تبون بتلفيق بتلفيق تهمة أخرى له وقام شنغريحة بسجنه لأن ابنة شنغريحة كانت تعمل كانت تعمل كموظفة عند الجنرال قاسمي سنة 2013 في النادي المركزي للجيش وكانت تتلقى بارات نضطر ونقولها لكم وكانت تلتقي عشيقها يوميا من الساعة 12 إلى الساعة 2 في غرفة بالفندق بعدها قامت قامت مديرة الإقامة بتحذيرها من هذا التصرف عندها اشتكت بنت شنغريحة لأبيها من الجنرال فريد بأنه يلاحقها لما تحقق فريد من القضية أخبر شنغريحة بأن الإشكال وقع بين ابنته ومدير الإقامة إقامة الفندقة وتم تجاوز القضية وبعد ترقية شنغريحة إلى رئيس أركان انتقم من الجنرال فريد الجنرال فريد هذا راح كان هو المسؤول كان المسؤول خاصة على النادي المركزي الجيش اللي هو في حقيقة عبارة عن بناء ضخم في جهة ابن مسوس بناء ضخم فيه امتيازات هائلة طبعا قاسمينو كما قال لي أحد الضباط قال لي قاسمينو بالنسبة للعمداء بالنسبة للجنرالات والفوق عندهم عندهم تقدر تقول فنادق سبع نجوم بالنسبة لما تحت العميد عندهم فندق خمس نجوم لباس به بإمكانيات ممتازة لكن أقل بكثير من الجهة المخصصة للجنرالات هذا بين قوسين ففريد هذا هو الذي كان يرأس هذا المنصب وكانت بن شنغريحة لما كان في قاعد ناحية العسكرية الثالثة كان وظف هالو داخل هذا المركز اللي هو بطبيعة الحال الاستجمام والمال والعلاقات إلى آخرها لما أصبح رئيس أركان انتقم من هذا فريد بسبب قضية تبدو بسيطة جدا لكن تعطينا فكرة على المستوى التفاه اللي نزلوله قادة الجيش كبار جنرالات رئيس هيئة أركان الجيش أول فريق شنغريحة يطيح بالجنرال لأن بنته كان اشتكت قبل سنتين أو ثلاثة من أنهم تعاملوا معها بنوع من الخشونة لما كانت تلتقي شخص كان يجب أن لا تلتقيه في المكان وفي مكان العمل عندما نقول لسنوات طويلة وإخواننا الذين يعرفونني أنا وغيري من إخواننا دائما نقول ما أنا إلا قطرة في بحر الحراك وفي بحر المناظرين وفي بحر الأحرار لكن عندما كنا دائما نذكر ونحن لا نذكر في الحقيقة أنا دائما لا أنزل إلى هذه الأشياء عفة عفة من لساني يعني ما قدرش لأن البذاءات والأشياء القذرة والأشياء لا تصلح الواحد يتحدث فيها على العلن وراني نجاوز على بعض الأشياء راني نجاوز هنا على بعض الأشياء لا استطيع أن أقولها عندما كنا نذكر الناس بهذا يقول لك لا جنرالات وأنهم كذا وتدريب والأسكرب عمية ووسكندر واشتخل هذه في هذه نحن نتكلم على مستوى أخلاقي منحط مستوى مهني متدني مستوى علاقات يعني مراهقات مش متربيات يعني مش مستوى وبالعكس مراهقات يكونوا مازال صغار مازال ما تعلموش لننتكلم على ناس في الستينات والسبعينات وبعضهم في الثمانينات ويحملون رتب جنرالات وهم قادة الجيش ومش فقط قادة الجيش هم الذين يصلعون الواجهة المدنية صنعون الرئيس والوزراء وعن طريق المخابرات الإرهابية ولكن خلافاتهم وصراعاتهم هي مثل هذوك المافيا نتعى الأحياء أو المراهقات الفاسدات لكن المافيا نتعى الأحياء أو المراهقات صغار شباب صغير مازال ما شافش من الدنيا ما ترباش إلى آخر إلى آخر ومع ذلك الناس تنقل منهم نقمة شديدة فما بالك أن الذي يدير البلاد موش يدير الجيش فقط يدير الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها وانت تسمع يوميا الجيش الوطني هو العمود الفقري للدولة وهو وهو لكن هذا الجيش لهو كل شيء تقوده مافيا أسكرية بإخلاق منحطة وبمستوى مهني متدني وبصراعات وبخلافات وبضرب تحت الحزام وبالقيل والقال شيء عجيب وين راحة البلاد إذن انتقى من الجنرال فريد بسبب هذه الخلفية ولكن بما أنهما من الشرق تمت التسوية أما الرائد بن سلامة إبراهيم فهو إنسان محترم تم توريته بخلفية بن سلامة إبراهيم هو الحارس الشخصي للقد صالح كان رائد وقته وبعد اغتيال القيد صالح اللي كانو والمقل وفات تم سجنه مباشرة يعني مباشرة سجنه أما الرائد بن سلامة إبراهيم فهو إنسان محترم تم توريته بخلفية أنه كان يرافق القيد صالح في الزيارات الميدانية وكان الفريق جيد صالح يوبخ وينهى شنغريحة بسبب محدودية مستواه وأخطائه المذكورة زيادة عن الملاحظة وكل هذا بحضور بن سلام إبراهيم هذه الصورة هي التي أراد شنغريحة أن يمحوها من رأس بن سلام إبراهيم فانتقم منه ولكنه لأنه ابن مدينة الطارف من الشرق تمت تسوية الملف إلى ستة أشهر فقط الوكيل بخاري هو الآمر ناهي في جميع الأحكام القضائية السادرة عن المحاك المحكمة الانتقامية أخبرني بأنه قام بالانتقام من العقيد أيت عمارة والعقيد سكندر والعقيد لطفي وغرقهم بالأحكام الصادرة ضدهم لأنهم حققوا معه في قضية العقيد بوب أخبرني بأنه قام بتوجيه استدعاء عبر الدرك لابنة الجنرال بلقصير الحامل أخبرني بأن زوجة تبون حاقدة على المقدم زغدودي والجنرال بلقصير بسبب دخول ابنها السجن في سنة 2019 في قضية البوشي أخبرني بأن جماعة الشرق أصبحت تتحكم في العدالة بعد تنصيب مدور الشؤون القضائية والجزائية بوزارة العدل لطفي بوجمعة من ولاية عنابة أخبرني أيضا بأن شنغريحة كان ينوي إطلاق صراح كل من اللواء الشريف عبد الرزاق لأنه من باتنة واللواء بودواور والعقيد محجوبي لأنه من الشرق على أن يتم إغلاق إطلاق صراح الباي السعيد واللواء مناد نوبة لأنهم في نفس القضية لكن اللواء باي السعيد صرح بأنه يريد أن يحصل على منصب نائب وزر الدفاع وأن توفيق هو من وعده بذلك وبعدها قام الوكيل بخاري بناء على طلب من شنغريحة أو إخبار شنغريحة بهذا التصريح وتم تغيير رأي شنغريحة في خروجهم من السجن وقام بتأييد الأحكام ضدهم خوفا من الباي السعيد لأن الباي السعيد صاحب مستوى وهو مجاهد أخبرني بأن ميلزي سهر تبون هذه كنا تكلمنا عليها لكن خلينا نخفو عند هذا النقطة فقط باش نعطي الخلفية سعيد باي كان قائد الناحية العسكرية الثانية عندما أطاح به القيد صالح في صيف 2018 وقعت الكوكاين وسجلوا ثم تحت الضغط من السعيد بوتفليقة وبعض النافذين أطلقهم القيد صالح سجن سعيد باي عبد الرزاق الشريف مناد نوبا بودواور وآخرين مجموعة سبع جنيرالات وعشرات العقداء إلى خريف بعد واقعة الكوكاين بعد واقعة الكوكاين اكتشفوا ملف آخر لا يقل له خطورة وهو المخدرات التي تدخل من المغرب أو الأقراص المهلوسة التي تدخل إلى المغرب من الجزائر بمعنى أن هؤلاء العقداء وبعض الجنيرالات بما فيهم شنغريحة كانوا يشرفون على تجارة هائلة للمخدرات هو يقول أيضا السلاح وذكرناها في المرة الماضية السلاح اللي يحطوه في الصحراء ويقولوا جبناه والقناة إرهابيين واكتشفنا إلى آخره لكن كان ملف المخدرات قضية الكوكاين فتحت ملف المخدرات الكيف اللي يدخل من المغرب والمهلوسات اللي تخرج من الجزائر إلى المغرب وأنهم هما كانوا مشرفين إشراف عام بما فيهم 31 عقيد من الأمن العسكري ومن الدرك الوطني كلهم سجنهم لقيد صالح وسجن معهم هؤلاء الجنيرالات ولماذا سجن سعيد باي؟ لأن سعيد باي كان يقود ناحية العسكرية الثانية فكان إذا مش متورط مباشرة كان أخفق في قضية المخدرات ناحية العسكرية الثانية معنا الحدود مع المغرب وناحية العسكرية الثالثة هي الحدود مع المغرب من الجنوب يعني شنغريحة وسعيد باي كانوا مسؤولين رئيسيين إما مشاركة أو لأنهم ما قاموش بما يجب سعيد باي على الأرجح ما قاموش بما يجد وشنغريحة متورط في المخدرات فقام القيد صالح بسجنهم لكن شنغريحة كما شفنا أن جرميت بنويرا تدخل لدى القيد صالح وأنا بالفعل بعث لي اليوم أحد الأفاضل باش يأكد لي المعلومة قال لي اللي قلتها قال لي نأكد هالك دائما أشكره هذا أحد من الأفاضل اللي يراسلني دائما والحقيقة أن معلوماته دقيقة دقيقة جدا يعني لأني دائما نحاول يكون عندي وقت نراجحها فنلقاها دقيقة فبالت نعتمد على ما يقول فيقول لي هذا الأخونا الفاضل هذا وعلى ما يبدو أنه هو عسكري أيضا سابق يعني ضابط سابق يقول لي بنويرا كان عنده حق يعني يكتب هالي هو هوا عندك بالآخر بالفرنسية لكن نحن نترجم هالكم على السريع بالعربي يقول لي يقول بأن في الفيديو قال بنويرا بأن قيد صالح قد أطاح بشنغريحة في 2018 من الناحية العسكرية الثالثة بسبب الرشوة وأن هذا الأخير تدخل لدى بنويرا عند القيد صالح وبونويرا هو الذي شفع له عند القيد صالح يعني خلاص يقول لي بالفعل لأنه لو رجعنا لإعلام تلك الفترة فإن في الإعلام تلك الفترة خرج أن شنغريحة قد تمت الإطاحة به في متى قد تمت الإطاحة به في 16 عفوا ما سجلتها قد تمت الإطاحة به في ربما في 16 أوت وأن هذا موجود في جريدة لوماتا جريدة لوماتا بعث لي الرابط وأنا بالفعل دخلت للرابط تذكرت أنا عن ذلك لأن بالفعل أنا شخصيا كنت خرجت وقلت أن شنغريحة تمت الإطاحة به لكن بعد أسبوعين أو ثلاثة القيناة تعين مسؤول القوات البرية قاعد القوات البرية فأنا يومها استغربت قلت إما كانت المعلومة مش دقيقة أو أن حاجة ما كانش صحيحة الآن رجعت لتلك الفترة فبالفعل كان تمت الإطاحة به بعد ما بدخل قرميت بونويرا واللي اعترف الآن بهذه بوسطنا المعلومة تم تعينه تمت الإطاحة به في 20 أوت 2018 تم تعينه في 16 سبتمبر 2018 في الجريدة الرسمية يستطيعون الناس أن يعودوا للجريدة الرسمية 16 سبتمبر 2018 فيجدوا أن شنغريحة تم تعينه قوات برية بعدما ذكرت مصادر خاصة أو إعلامية من أنه تمت الإطاحة به في 20 أوت وهنا نعرف أنه اشقال جرميت بونويرا من أنه تدخل لدى الجايد صالح لإنقاذ شنغريحة كان دقيقاً وصحيحاً إطلاق الجنرال بودواور هو جنرال آخر ذكروا ولكن إذا أطلقهم يطلق معهم منات الذي كان رئيس الدرك قائد قوات الدرك ويطلق معهم نعم شريف عدر الزاق وبودواور يرام في السجن لكن يلقوا بأن المتورطين معهم هما أيضاً جنات آخرين فيهم السعيد البي وفيهم منات على الأقل معهم محتخري فشنغريحة خاف من السعيد البي لأن السعيد البي داخل السجن قاعد يقول لهم باللي توفيق رهو عدني أنه يطلق صراحي كما أطلق صراح حسان وأصبح عاد إلى المخابرات العسكرية وكما أطلق صراح جبار مهنة وعاد مدير في المخابرات العسكرية وأن توفيق عدني بمنصب نائب وزير دفاع فهذه بالنسبة لشنغريحة غير مقبولة لن يقبل أن يكون عليه مسؤول آخر فوق وظيفته يريد أن يبقى إما هو يصبح نائب وزير دفاع أو وزير دفاع أو لا أحد يصبح الوضع يبقى الوضع كما هو ويقولوا تببون وزير دفاع وانتهى الموضوع أرى أنه الوقت مضى بسرعة صراحة ما زالك معلومات كثيرة لكني خلوني ربما نضيف شيء أو اثنين وأتوقف حتى أيضا لا أطل عليكم كثيرا فأنا صراحة أريد أن أنهي في حدود ساعة أو تقديري ساعة ونص كعقصة تقدير لكن مرات يمتد بين الحديث فرح نتوقف جزئيا هنا في انتظار أن نعود لبعض الأخبار الأخرى وبعض الفضايح الأخرى والكوارث الأخرى في الوثيقة الجديدة ولكن أيضا في هذه الوثيقة اللي كانت عندي من قبل واللي فيها أيضا أشياء بائسة ولكن فيها أشياء تحدثنا ماذا حدث في 2018 2019 بشكل خاص لأن هذه هنا تحدث خاصة على 2018 2019 وإلى غاية جويلية 2020 لماذا؟ لأنه في أوت اعتقل قرميد بنوى لست أدري لحكيت لكم القصة معاه ربما أشرت لها من قبل لكن خلينا أعطي لكم شوية تفصيلات باش هكذاك الذباب هذا اللي راي تلاعب تقود الأمور دائما واضحة أولا تستطيعون ليريد منكم أن ياخذ الصورة فليتفضل في هذه الصورة فيه رقم تليفون اللي كان مستعمل بنويرة في التواصل معي بالواتساب لم أكن أعلم أن الذي يراسلني هو بنويرة لكن كنت أعلم بعد أن استلمت هنا في الفيسبوك كنت أعلم بعد أن استلمت تشوفوا كل شيء بشافة فيها حتى الأرقم تليفونات أو تشوفوها بعينكم يعني يعني لأننا بالنسبة إلينا هذه المعركة هي معركة أخلاقية قبل كل شيء والصدق هو الأصل في الأشياء الكذب والمبالغات بدون معنى والتهويل بدون معنى واختلاق القصص في النهاية الناس تكتشف الحقائق كان بعض الناس يتهمون بالمبالغة أو التهويل لكن الآن اكتشفوا بالعكس أننا كنا ما كنا نقول أقل من الحقيقة وأن الحقيقة التي يقفون عليها اليوم من بين الحقائق رأي كثير من الحقائق تكشفت لكن هذه واحدة منهم من شخص لعب دور مركزي وأنا مرة أخرى أقول أنه كان هو الحقيقة قائد الأركان وأن قائد صالح كان صورة وأن قائد الأركان الحقيقي كان بنويرة اللي هو على مستوى من العلم والثقافة على مستوى يعني أنا نعطي له رتبة عقيد بما هو موجود في الجزائر لكن ربما ظروفه العلمية وكذا ما خلاتوش لكن وجد نفسه مع القائد صالح ولا القائد صالح يسمع له ولا يتدخل في قضايا كثيرة سواء اتفقنا معه واختلفنا معه يتدخل في قضايا كثيرة دارها القائد صالح وعرفنا أن القائد صالح دارها من بعد باش نرجع إلى هذه النقطة هنا تلاحظوا أن هذا في 13 جويلية هذا في 13 جويلية ورقم تليفون كان اللي كان يتراسل به معي هو 213 أي رقم جزائر 560 12 10 60 طبعا هذا الرقم ما عنده قيمة الآن يعني 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 من بين الأخطاء يعني بنويرا ارتكب خطائين خطائين فادحين لماذا اكتشفوه قبل ما ندخل في المضمون سنقول لكم لماذا اكتشفوه ولماذا سنستلموه من عند الأتراك الخطأ الأول أن نخرج من الجزائر وحافظ على رقم جزائر ربما رقمه القديم أو حتى رقم جديد لكن حافظ في الواتساب على رقم جزائري والسؤال البسيط اللي كان مطروح عندما خرجت من الجزائر الناس راهي الآن في الجزائر ما عندهاش أرقام جزائرية وأنا أنصح هنا بالمناسبة أفتح قوسين الآن تستطيع وأنت في الجزائر أو أنت في الجزائر أو أنت تستطيع أن تضع أي رقم خارجي للواتساب أو للفايبر لا يجب أن يكون رقمك لا تحتر أن يكون رقمك الجزائري لماذا؟ بالرغم أنهم لا يستطيعون دخول الواتساب حتى على الرقم الجزائري لكن الرقم الجزائري يأهلهم أنهم يطلبوا باسمك يتصلوا بالواتساب باسمك يديروا يديروا وشي يسمونها سيم كارد شريحة برقم تليفونك ويتعاملوا مع الواتساب على أساس أنك راحت لك الموتباس راحت لك ويطلبوا ويجي عندهم لأن التليفون جزائري الرقم الجزائري وإحنا التليفونات في الجزائري تسيطر عنهم المخابرات الإرهابية ومراكز تسنط تغرمول ومنج وغيرهم ففي الجزائر أو أنت اللي خارج الجزائر خاصة ولكن أيضا اللي في الجزائر من يستطيع أن يضع رقم أجنبي فليضع رقم أجنبي أفضل رقم أجنبي على الإطلاق هو الرقم الأمريكي هذه نصايح لإخواننا خاصة لنا داخلين على معركة الدولة المدنية القادمة يعني نحن على الأبواب على انتفاضة شعبية قريبا يعني إن شاء الله أحسن الأرقام الأجنبية هو الرقم الأمريكي لماذا؟ نحن نعرف ذلك من زمان لكن قبل شهر لعلي أيضا أشرت له ذا هنا قبل شهر بدأوا الأمريكيين في تفكيك الشركة الإسرائيلية اللي عندها بيغاسيس اللي دار ضرجة عالمية هذا برنامج تصنط شركة هذه أسمها NSO كما تعرفون قراءتنا في الإعلام الأمريكي أن الأمريكيين أصدروا قرار قالوا أي شركة أي بلد أي شركة يتجسس على رقم أمريكي سيدفع الثمن ولو كان حلفان الإسرائيليين ورادت الحكومة الإسرائيلية بنيت هذا وقبلوا نيتنياهو باش يدخلوا عند الأمريكيين باش ميفكلهمش NSO هذه اللي هي بيغاسيس اللي هما أصبحت إسرائيل يعني أصبحت أداة لها في الدبلوماسية وفي السياسة وتعطيها للدول للتصوير يعني أخطر نظام تجسس قالوا لهم نوويل تجسس على رقم أمريكي يؤدي إلى تفكيك الشركة ومعاقبتها معاقبة شديدة لا يستبعد أن تقوم الولايات المتحدة في قادم الأشهر بسجن المسؤولين الإسرائيليين وغير الإسرائيليين اللي كانوا في الـ NSO لأنهم تجسسوا على أرقام أمريكية وبالتالي أمريكا لا تسمح بذلك بعد أمريكا الأرقام الأهم والأفضل طبعا هي الأرقام الغربية على رأس الأرقام البريطانية الألمانية لأن هذه دول تضيف حماية إضافية لمجالها الجوي ولمجالها التقني ولمجال التليفوني وللمجال والمجال السايبر عموما إضافة لما تقوم به شركة الواتساب والفايبر إلى آخرها هذه فقط بين قوسين إذن من بين الأخطاء هو أنه بقى برقم هاتف جزائري خطأ الثاني وهذا هو الأخطر أنه في بعد أن أبدأ يرسلني بحوالي ثلاث أسابيع وأنا لا أعرف ما حتى أني كنت سألته قلت له شوف بعد ثلاث أيام وربع أيام المراسلات شفت أن المعلومات اللي بعتلي فيها مش بسيطة يعني خطيرة جزء كثير نعرفه وكان حاجات ما نعرفه مش قلت باللي هذا مطلع جدا وهذا يعرف ما كان يجري في محيط القاية الصالح موش أي كان فقلت له قلت له من طبعي أني لا أسأل من يراسلونني اللي يراسلوني في الغالب يبعثوني أشياء نشوف صحيحة ولا مش صحيحة أنا نقيس اللي نشك فيها نحطها جانبا اللي نعرفها مش صحيحة ماني فيلاسيا نحطها جانبا اللي صحيحة نتأكد منها ونتحدث عليها أو نستند إليها في التحليل أو إلى آخره لكن أنت رح نطلب منك إذا سمحت قل لي من أنت فاكتب لي قال لي لا أستطيع الآن لكن شخص يحترمك ويقدر نضالك ويقدر نضال الناس كالأحرار مثلك ويوما ما تعرف أنك تتعامل مع إنسان وطني يحب الجزائر يوما ما قريبا قلت له خلاص أنت حر فيما تقول قلت له أنا مش من طبيعي نسأل الناس لكن لما شفت أن الموضوع فيه خطورة وأيضا لأنني نهتم بها أكثر الآن كنت أريد إذا أمكن أنا أعرف من عند ما ركزش عليها كثير لكن الخطأ الثاني اللي ارتكبه هو أنه قبل أن يختفي من المراسلات معي بحوالي ممكن ستة أيام أسبوع حاجة هكذا أرسل لي رابط عن لينك وفي هذا الرابط موجود فيه في الأخير APK APK أو APK انتعي وانتعك حتى لا يكتشفوا المراسلات بيني وبينك لما وصلني قلت أنا أمام احتمالين هذا الكلام في نهاية جويلي على المرجح يعني نهاية جويلي قلت أنا أمام احتمالين الاحتمال الأول أنني أمام شخص أعطاني معلومات صحيحة أو أكثرها صحيح حسب ما راني يشوف ولكن بعد فترة أرمالي أرمال كما يقول لك الطعم اعتقادا منه أني نرسل فيه بالتليفون الأساسي وبالتالي دولي تليفون يلقوا فيه كل شيء وما لي ما يعرفوهاش أنا ما نرسلش الناس يعني تليفوني الخاص هو عند ناس قلة قليلة اللي عندهم الناس اللي نثق فيهم الحقيقة أن حتى لما تجني روابط في الغالب هذه بركة بين قوسين لماذا أقولها كل هذا الكلام ربما الناس يستفيدوا منه في تأمين أمورهم في المستقبل حتى لما تجني روابط من عند الناس اللي نعرفهم ونثق فيهم فالغالب ما نفتحش الرابط في تليفوني ولا في الكمبيوتر الرئيسي متاعي نفتحه في تليفون آخر ما فيه ولا شيء في تسعين بالمئة من الحالات ما نجد ولا شيء ولكن في عشرة بالمئة وجدت فيروسات لو كان نغلط مرة وحدة يدو لي تليفون أو يدو لي الكمبيوتر هذا لا أزعم بأني محمي مطلق أولا الحماية والحفظ من عند الله ثانيا ممكن أن يصبح خطأ ممكن أن يحدث خطأ لكن اللي صرع معه هو عندما أبعث لي هذه قلت أنا أمام شخص هناك احتمالين الاحتمال الأول أنه يريد اختراق تليفون اعتقادا منه أن التليفون اللي راني تراصل معه هو تليفون الرئيسي الاحتمال الثاني أنه لا يعرف وبعثوه له وبعثو لي فما علقتش عليه عاود راصلني قال لي هل ركبت هذاك البرنامج قلت له ما ركبتوش وقلت له لا أعتقد بأني رح ركبه يعني في زوجستر أعتقد أن هذا الكلام اللي قلتوله ربما قلت كلمة أخرى لكن أنا متذكر تقريبا هذا الكلام بعدها بيومين أو ثلاثة انقطعت الاتصالات معه لما انقطعت الاتصالات معه لم نكن نعرف ما هذا حدث إلى غاية أن طلعت الأخبار بأن تركيا قامت بتسليم المساعد الأول بنويرة جرميد بنويرة إلى النظام الجزائر وكان فيها حديث وخرج الذباب إلى آخره إلى غاية أن خرجت زينب أبوشو المعروفة بسليمة لمساني في مقال في نهاية أوت مرجح 26 27 أوت 2020 وكتبت القصة منتاع بنويرة كتبت أجزاء منها من أنه تم تسليمه من عن طرف الأتراك وهذا اتفاق إلى آخر إلى آخر وقالت من بين ما قالت وهذا هو اللي همنا أن بنويرة كان في اتصال مع فلان تقصدني أنا قالت كان في اتصال مع لوريزو زيتوت سبيسيال مو مع محمد زيتوت محمد العربي زيتوت كان في اتصال معه لكن هذا الآخير لم يكن يعرف من هو الشخص ليتواصل معه لأنه طرحل السؤال قال له من أنت وأجاب بنويرة بأنه يوما ما سيعرف من هو والمهم ليس من أنا ولكن المهم ما أرسل لك إليك هذا الكلام صدقت فيه سليمة لمساني وهي ليست دائما صادقة وكثيرا ما تضع السموم في كتاباتها وكثيرا ما تضع الأكاذيب في كتاباتها ولكن في هذه النقطة بالذات كانت صادقة عندما قرأت المقال تأكدت ما كان بالنسبة إلي شكوك كبيرة لما اعتقل عرفت أن بنويرة كان يتواصل معي هذه عرفتها لكن لم يكن عندي يقين إلى غاية أن كتبت هي هذا في نهاية أوت 2020 أضع كل هذا أمام التاريخ وأمام الجزائريين وأمام الناس ليعرفوا أن تعاملنا دقيق وصادق وأننا أهم شيء لحفظوا عليه في هذه المعركة هي الأخلاق نتاعنا نحن لا ننزل لأخلاق السفهاء أو البذئين أو القذيرين أو لا ننزل صحيح ننتقدهم وبشدة صحيح نجيب أشياء مع ذلك راكم تشوفوني مرة مرة نتجاوز بعض المقاطع لأن فيها كلام مخل بالحياة فأنا لا أريد أن أقوله على لساني والأمر الثاني لماذا ذكرت هذه الأشياء كتب كتب لي واحد قال لي لماذا راك تقول بني بنويرا كان على اتصال معك وهذا راح يذره الآن مثل ما قلت بأن محمد كان على اتصال معك ورح يذره وخرجت وتكلمت يا سيد ما رديتش عليه لأنه هذه مرات كان بعض الناس يطرحوها ببراءة يطرحوها ببراءة يا سيد أو سيدة هم يعرفون هذه الأشياء يعني هم كتبوها أعطوها لزينب وبوشو سليمة المثال تعجيرة الوطن وهي الناتق الرسمي أو غير رسمي باسم توفيق ديرس تع توفيق أعطاولها التفاصيل خرجتها وقالتها فهم يعرفونها لماذا يعرفهاش هم اللي ممكن يدافعوا على محمد عبدالله وحتى على بنويرا بالرغم أن بنويرا ومحمد عبدالله مثل الثارة والثورية الثورية هو محمد عبدالله والثارة هو بنويرا مهما كان بنويرا كان مع القيد صالح ما تنساش كان مشاف الانتخابات تعتبون عندنا انتقادات ليه سياسيا لكننا نحن الآن طبعا نأخذ المعطايات والديتا خاصة إذن أما محمد عبدالله فلينا ذكرتهم وعاوت ذكرتهم هم منشورين هو نشرهم هو نشرهم بل أن محمد عبدالله ما زال يفتخر سألتنا سؤال في لما كان مسجون عند الإسبان وقتلوا ماذا لو أعادوك للجزائر سلموك أرجع وشوفوش قال قال ما أنا إلا واحد ونحن خرجنا وعارفين المخاطر وأنا لست هنا لكي أأكل وأنام وإنما للدفاع الشعب الجزائري فهو المناضل ما تقزموش نظال المناضل حبا له تقزمو نظاله وكأنه ما كانش يدير لا لا هو يفتخر بذلك محمد عبدالله يفتخر ويقولها بصرح العبارة بأنه له فخر أن يواجه المافيا العسكرية سيرجون شيف وقف عشرات الجنيرالات وجهاز كامل تعدرك ووقفهم على رجل واحدة دارهم مرعب حقيقي وهذا فخر وهذا فخر للجزائريين وفخر لكل إنسان شريف داخل الإدارة المدنية أو العسكرية باش يكون محمد عبدالله رمز له ويعرف محمد عبدالله لو كان عارفينه يخرج يدير دحدوح ويتواثق معاهم ويقولهم أنا خاطيني وانا كذا لو كان رمزروا هالو لكن عارفين باللي يقدروا يقتلوه تحت التعذيب ولن يتراجع على قناعاته ما هوش لأنه يريد أن يواجههم أو يريد أن يتعذبه لا لأنه يريد أن يقول هذا حق الجزائر تغرق شعب يجوع الجيش في خطر الوطن في خطر فهو يضحي مثل ما يضحه كثير من الناس فما تقزموش نظال رجال ونساء تبنوا المقاومة الشريفة السلمية النظيفة ربما ناس قريبين منهم أو يحبوهم أو يتعاطفوا معهم يقولك لا ماذا يشتهدروا عليه باش ما يحقدوش عليه الدون أنتم ما هدرتنا عليها هي اللي تزيد الحقد عليها ونتنقص أبدا قرار محمد عبدالله وابراهيم لعلامي ومصطفى قيرة وكل أحرار لنفس السجون هو قرار سياسي وليس قرار قضائي